على وقع أزمة إغلاق السفارة الأمريكية في بغداد وجهت الولايات المتحدة اتهامات للجماعات المدعومة من إيران بإطلاق السواريخ على السفارة مؤكدة أنها تشكل خطرا على حكومة العراق والبعثات الدبلوماسية المجاورة من جانبه بحث الرئيس العراقي برهم صالح مع مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي إجراءات حماية البعثات الدبلوماسية ومنع الاعتداءات عليها بينما كثفت السلطات العراقية من التعزيزات الأمنية في محيط السفارة الأمريكية وتم نشر فرقة خاصة من القوات العراقية في محيط المنطقة الخضراء في بغداد والطرق المؤدية إليها وذكر بيان لرئاسة العراقية أن الرئيس صالح أكد أهمية دعم الدولة وتحقيق سيادتها في فرض القانون كما شدد البيان على ضرورة منع الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية تلك الهجمات الصاروخية شبه اليومية التي تستادف السفارة الأمريكية وضعت رئيس الوزراء العراقي مصطفى القادمي الذي يرفع شعار النائي بالعراق عن سياسات المحاور في موقف حرج هذا وقد وجهت الولايات المتحدة تهديداً أخيراً للسلطات العراقية مفاده أن واشنطن قد تغلق سفارتها في بغداد في حال استمرار الهجمات ضدها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر